السلام عليكم عزيزي طلاب الصف الرابع الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع تكملة الوحدة الثانية وهي مناسبات ورحلات واليوم مع المسلم والعيد يحتفل المسلمون كل عام بعيدين عيد الفطر وعيد الأطحى فبعد صيام رمضان يفرح المسلمون بعيد الفطر لأنهم صاموا شهر رمضان وأطاعوا ربهم وبعد الحج يفرحون بعيد الأطحى المبارك العيد في الإسلام فرح بعبادة الله وطاعته وشكر لله على تمام العبادة يخرج المسلمون في صبيحته إلى الصلاة بالفياب الجديدة وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم يعودون إلى بيوتهم لاستقبال المهنئين وتبادل الزيارات حيث يلقى المسلم أخاه فيقول له كل عام وأنت بخير أعاذ الله علينا وعليكم بالخير والبركات وفي البيوت تقدم الحلوى والكثير وكثير من الزائرين يهبون النقود للأطفال لتكون فرحة الأطفال بالعيد فرحتين والمسلم في صبيحة العيد يسلم على والديه ويأنس بإخوانه وأصدقائه ويزور أقاربه ويتفقد جيرانه ويحسن إلى المحتاجين ويعظف عليهم مستحذرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أقرأ النص قراءة صابتة ثم أجيب عن الآتي أستخرج من النص الكلمات التي تدل على المعاني الآتية من تربطك به علاقة رحم الأقارب هم الذين تربطني بهم علاقة رحم مثل الإخوة والأب والأم فإذا الأقارب هم الذين تربطني بهم علاقة رحم إذن أقاربه كلمة أقاربه التي وردت في النص يتدل على من لك بهم صلة رحم من يجاولك في المسكن جيرانه كلمة جيرانه التي وردت في الدرس دعاء دعاء بعضه بعضا أي تداعى دعاء بعضه بعضا أي تداعى التي وردت في الحديث الشريف با أنسج على نمط الجملة الأولى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد مثل التلميذ في اجتهاده وسعيه في طلب العلم كمثل العالم في سعيه لطلب العلم مثل المعلم الذي ينشر مثل المعلم الذي ينشر علمه للناس مثله كمثل الشمس يصل نورها لكل مكان مثله كمثل الشمس يصل نورها لكل مكان يصل نورها لكل مكان لكل مكان أسمي العبادة العظيمة التي تسبق عيد الفطر وعيد الأطحى العبادة العظيمة التي تسبق عيد الفطر هي صيام شهر رمضان أو صوم شهر رمضان المبارك أما العبادة العظيمة التي تسبق عيد الأطحى فهي فريضة الحج فريضة الحج تسبق عيد الأطحى ما موقف المسلم من إخوانه المحتاجين موقفه عليه أن يساعدهم ويعطف عليهم عليه أن يحسن إليهم ويعطف عليهم أعيد كتابة سياغة التكبير بخط جميل مراعيا قواعد النسخ التي تعلمتها وهي سياغة التكبير وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألتقد من السطر التاسع الكلمات التي بدأت بهمزة ثم أبين نوع الهمزة في كل كلمة أولا لدينا همزة الوصل همزة الوصل ووردت في الكلمات الآتية وردت في كلمة الخير وردت في كلمة البركات في أولها ووردت في كلمة البيوت هذه همزتها همزة وصل همزة القطع وردت أيضا في كلمات مثل كلمة أخاه وكلمة أنت الضمير أنت ضمير المخاطب وكلمة أعاده أعاده أيضا همزة وهمزة قطع زي أستخرج من نص ثلاثة أسماء وثلاثة أفعال وثلاثة حروف وأكتبها في المكان المناسب ورد في النص أسماء مثل العبد وكذلك كلمة العيد والمسلم وردت كلمة الصلاة وكلمات أخرى كثيرة وردت في النص أسماء الأفعال الأفعال مثل الفعل يخرج والفعل يتفقد والفعل يزور هذه أفعال مضارعة الحروف لدينا حروف الجر في وعلى وإلى وكذلك حروف عطف مثل ألوان العيد في الإسلام فرح يحتفل المسلمون كل عام بعيدين أميز الجملة الإسمية من الجملة الفعلية وأذكر السبب أولا الجملة الإسمية هي العيد في الإسلام فرح العيد في الإسلام فرح أو فرح هذه جملة إسمية لأنها بدأت بإسم جملة إسمية والسبب أنها بدأت لأنها بدأت بإسم وهو كلمة العيد وكيف عرفنا أنه إسم لأنه فيه علامة من علامات الإسم وهي أل التعريف أو الألف واللام أما الجملة الفعلية فهي يحتفل المسلمون يحتفل المسلمون كل عام بعيدين هذه جملة فعلية لأنها بدأت بفعل والفعل هو يحتفل إذن هذه جملة فعلية كيف عرفنا ذلك لأنها بدأت بفعل إذن جملة فعلية لأنها بدأت بفعل وهو الفعل يحتفل لأنها بدأت بفعل وهو الفعل يحتفل وهو فعل مضارع مرفوع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة أضع عنوانا مناسبا يوضح الدلالة العددية لكل حق لدي كلمة المسلم والأب كلمة المسلم عبرت عن مفرد فإذن هذا مفرد وكلمة الأب أيضا عبرت عن مفرد فرحتين والعيدين هذه هتين الكلمتين عبرت عن مثنى سواء كان هذا المثنى مثنى مذكر مثل العيدين أو مثنى مؤنث مثل فرحتين كلمة الأطفال والنقود عبرت عن جمع هذه كلمات الأطفال والنقود والنقود عبرت عن الجمع أصنف الكلمات الملونة في النص ثلاث مجموعات بحسب آخرها ثم أسمي كل مجموعة منها ولدينا المجموعة الأولى وهي كلمات تنتهي بالتاء المربوطة كلمات تنتهي بالتاء أو بتاء مربوطة كلمات تنتهي بتاء مربوطة مثل ذلك مثل هذه الكلمات كلمة العبادة وكلمة مجموعة أو كلمة الجديدة وكلمة صبيحة هذه كلمات انتهت بالتاء المربوطة كلمات انتهت بالتاء المفتوحة مثل كلمة الزيارات المجموعة الثانية الزيارات انتهت بالتاء المفتوحة كلمة البيوت انتهت بالتاء المفتوحة وكلمة البركات انتهت بالتاء المفتوحة إذن هذه المجموعة كلمات تنتهي بتاء مفتوحة أخيرا الكلمات التي تنتهي بالهاء مثل كلمة أخاه انتهت بالهاء كلمة والديه وكلمة طاعته هذه كلمات تنتهي بهاء كلمات انتهت أو تنتهي بالهاء ننتقل بعد ذلك إلى عشر أقرأ النص قراءة جهرية مع مراعاة مهاراتها السؤال الحدي عشر أشير إلى كل صورة مما يأتي باسم إشارة مناسب لأميز المذكر من المؤنث والصورة الأولى صورة ولد أو فتى فأشير إليه باسم الإشارة هذا فأقول هذا ولد أو فتى في الصورة الثانية نرى باب فنقول نشير إليه باسم الإشارة هذا باب وهذا ولد في الصورة الثالثة لدي صورة نافذة فأقول هذه نافذة هذه نستخدم اسم الإشارة المؤنث لأن كلمة نافذة مؤنسة تنتهي بالتاء المربوضة وهذه صورة بنت فنشير إليها أيضا باسم الإشارة هذه للمؤنث هذه بنت لأنها مؤنثة فنشير إليها باسم الإشارة المؤنث الثالث هذه الأعمال أم يقف عنها هذه الأعمال نلاحظ أن أيمن قال قل وأكرم وصل هذه كلها أفعال أمر إذن يطلب أيمن من أحمد أن يقوم بآداء هذه الأفعال وهي قول الصدق وإكرام الجار وصلة الرحم مستخدما اسلوب الأمر بدأ بفعل الأمر قل وأكرم وصل أما النصيحة الثانية وهي نصيحة أحمد فأحمد يطلب من أيمن أن يقف عن هذه الأعمال طلب منه أن يقف واستخدم أداة النفي أو أداة النهي لا لا تغضب لا تسخر لا تقصر إذن وهي الغضب والسخرية والتقصير مع الوالدين وسأستخدم اسلوب النهية الذي يبدأ بلا الناهية يفرح كل منا بالعيد السؤال الثلاث عشر يفرح كل منا بالعيد ويزداد فرحه وسروره بوجوده بين أسرته وأقاربه لكن فئة من الناس تقضي العيد بعيدا عن أهلها وأبنائها كالعاملة المنزلية والسائق وغيرهما من العمال الوافدة برأيك كيف نعوضهم عن غربتهم وندخل عليهم السرور في يوم العيد يمكن أن نفعل ذلك عن طريق أعطائهم هذا اليوم أجازة إذن كيف نفعل ذلك من وجهة نظرك المفروض أن ندخل عليهم السرور وأن نعوضهم فنعطيهم يوم العيد إجازة بأجر أي مدفوعة الأجر وأيضا نعطيهم الهدايا ونتصدق عليهم نعطيهم الهدايا ونعاملهم معاملة حسنة هكذا نكون قد قدمنا لهم أو عوضناهم عن غربتهم هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس سألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع نص الاستماع عيد الأضحى لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته